اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يوجد في الاسلام استثناءات في باب الاخلاق والمسلم مطالب بتطبيق شرع الله وامتثال الاخلاق الحسنة حتى في اشد الظروف فنبل الهدف والغاية لا يبرر الوسيلة السيئة ولا يغطي اخطائها وضلالها لقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للحصول على الاخلاق الحسنة حيث قال اللهم اني اسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضى بالقدر كذلك علمنا الدعاء لحمايتنا من الوقوع في الاخلاق الفاسدة حيث قال اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء اليوم سوف اتكلم عن الطمع والحرص عن ابن مسعود رضي الله عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن أصل كل خطيئة فاتقوهن واحذروهن اياكم والكبر فان ابليس حمله الكبر على ان لا يسجد لآدم وإياكم والحرص فان آدم احمله الحرص على ان اكل من الشجرة وإياكم والحسد فان ابني آدم انما قتل احدهم صاحبه حسدا عن ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان لابن آدم واديين من مال لابتغى اليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب الحرص والطمع هما من السيئات التي تخرب روحانية المسلم في الحقيقة عدم التضحية المالية وعدم التضحية الوقت في سبيل الله وعدم الاهتمام بهذين الأمرين رويدا رويدا يمشي المسلم على طريق الحياة المادية ويتلذذ بهذه الحياة حتى يصبح يعمل ليلة نهار لحصول أحسن ما يمكن من هذه الحياة ولكن هو لا يعلم أن ملذات الحياة ورفاهية الحياة لا انتهاء لها ويصل إلى درجة في هذه المسابقة أنه لا يعلم إن المال الذي يقبضه هل هو حلال أم حرام وماذا يكلف هذا الجهد ثم يخسر أشياء كثيرة من الحياة يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه من الواجب على المؤمن أن يتخلى عن الطمع والشجع كلية وفي كل حين ولا يشكو ربه أبدا يوصل الله تعالى المؤمنين ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك أخير وأبقى أي لا تمدن بصرك إلى غيرك طمعا في مثل ما عنده من متع الدنيا فإنك لا تعلم ما إذا كان ما عنده نافعا لك أم ضارا فمن المحتمل جدا أن تجد مثله ما عنده فيسبب لك الأذى مما لا شك فيه أنه يجوز لمن عنده عشرة بلايين من المال مثلا أن يدعو الله تعالى ويقول ربي إني بحاجة إلى المزيد من فضلك ولكنه لو يملك عشرة روبيات فقط ولا يزال يشعر بالقلق والكرب لأن غيره يملك مئة روبيا ثم يأخذ بالشكوى من عند الله تعالى فهذا غير مناسب أبدا فيجوز للمرء أن يسأل الله تعالى المزيد من فضله ومن نعمه ولكن يجب أن لا يشعر بالقلق والعتاب على الله بما هو فيه ولا يظنن أن الله تعالى قد جعله أدنى مقاما من غيره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين